حول هذا الحدث يثار قدل واسع خصوصا أنه نستطيع القول يلفه الغموض لنتيجة الطبيعة العسكرية للحدث وأيضا عدم صدور أي بيان من الحكومة ومن قوات التحالف لكن مصادر متواترة أفادتنا بأن قوات قديدة نزلت عبر الميناء إلى معاشيق وانتشرت وأيضا في مطار عدن وهذه المنطقتين أو المؤسستين السياديتين كانت تحت إدارة أو سيطرة القوات الإماراتية لكن هذه المرة والمصادر المتضاربة هناك ترقيح لأن هذه القوات ليست سعودية خالصة خصوصا العدد الأكبر منهم يمنيين أو بتحديدا جنوبيين تدربوا في السعودية والحضور القوات السعودية وحضور بعدد محدود أعتقد الإدارة والقيادة ستكون لهم خصوصا أن هذه القوات تدربت في السعودية لكن ما يخص انتماء هذه القوات أعتقد أنها من خارج طرفي الصراع في العاصمة المؤقتة وطرفي الصراع هما تياران واسعان برئاسة أو على الطرف الأول يكون الرئيس هادي ومختلف الألوية التي تدين بالولاء له على الطرف الآخر التيار الحراك القنوبي وهو تيار واسع وكل التيارين فيهما انقسامات داخلية مثلا تيار الحراك هناك الحزام الأمني وهناك قوات تابعة لإدارة الأمن وهناك لواء يتبع المحافظة السابقة عيدلوس الزبيدي هذا هو واقع الحال في عدن حتى الواقع غير المعلن خصوصا أن جميع هذه التشكيلات العسكرية هي تشكيلات رسمية ومؤطرة في إطار الدولة لكن التباينات قعلت العاصمة المؤقتة في وضع حرك جدا لأن انقسام القوة العسكرية يؤدي إلى انقسام إدارة ويعطل الكثير من المهام التي من المفترض أن تقوم بها العاصمة المؤقتة أعتقد هذه القوات نتيجة أن القوات التحالف وتواقدها في عدن خلال العامين الماضين كانت الإشكالية تتزايد يوما بعد يوم خصوصا أن الانقسامات حسبت على القوات الإماراتية انحيازها لطرف أيضا تأييد الشعبي خصوصا بعد الحرب مباشرة كان هناك صنع تأييد شعبي لتواقد قوات التحالف ربما نتيجة الهروب من نار الحوثي أيضا هناك كانت حملات للترويج لهذا التواقد مع مرور الوقت أعتقد لقياس رأي عام الشارع هناك تذمر من تواجد القوات الأجنبية بغض النظر عن انتمائها وأن هناك أعتقد أن اليمن والمحافظات الجنوبية المحررة لا تفتقد إلى الكثرة العددية وإلى الكثافة البشرية وأن التشكيلات العسكرية مليئة بالقنود لكن هذه التشكيلات تفتقر لأدنى مقاومات التدريب والتأهيل والأسلحة النوعية هذه التشكيلات أيضا تعاني من نقص الرواتب ومن إشكاليات كثيرة من المنتظر أن تعالق بدلا من الاستعانة بقوات خارجية طيب يعني الآن عندما نتحدث على هذا الجانب من الوضع في عدن هناك جوانب أخرى وهناك أخبار أخرى تتحدث عن وصول كميات من المشتقات النفطية إلى عدن لتوزيعها لمحطات الكهرباء ما هو الجديد في هذا السياق؟ للأسف وقيه رسو الباخرة المحملة بمادة الديزل لمحطات الكهرباء كان الخبر أو وصلنا من مصادر في الميناء ليلا لكن إلى صباح اليوم هناك تقاذبات ومماطلة إقرائية لتفريغ هذه الشحنة من قبل الشركة المستوردة والمحتكرة للاستيراد هذه المماطلة أعتقد تغفل معاناة الناس بالأمس كانت درجة الحرارة عالية وساعة الانطفاء كثيرة الأهالي خرقوا إلى الشارع من شدة الحرارة وأعتقد إذا تتابعون مواقع التواصل عقت بالأمس بالكثير من الشكاوى ومن المعاناة الطافحة للمواطنين نتيجة ارتفاع درجة الحرارة مع نهاية الصيف غالبا ما ترتفع الحرارة لكن هذه المرة كان الضغط يوافق انقطاع التيار الكهربائي لفترات أطول أطول من السابق من الأزمة التي كانت ممتدة لأشهر وتحسنت بشكل طفيف لكن بعد مغادرة رئيس الوزراء ومغادرة محافظة عدن عادت الأزمة وما زال القدر الواسع حول هذه الأزمة والمهاترات السياسية حولها طيب إذا ما انتقلنا إلى محور آخر هناك أيضا حديث عن مغادرة أو سفر لأكثر من جريح من جرح المقاومة الشعبية إلى خارج البلاد كم عددهم أو يعني كم حملت هذه الطائرات من جرحة للمقاومة الشعبية العدد بحسب ما أعلنه هو 96 قريح بطائرة تعتبر رحلة إضافية ليست ضمن قدول الرحلات هذه الرحلة المتوجهة إلى الهند أعتقد أقلت عدد محدود من الجرحة بواقع الحال يشهد الكثير من الجرحة موزعين في المستشفيات وأغلبهم أيضا في المنازل ملف الجرحة ملف مؤلم وملف شائك وأعتقد أن هذه الدفعة أتت بعد شهور من نسيان هؤلاء الجرحة موسيقى